احنا شفنا في التجربة البرلمانية الاخيرة يعني دولنا العقاد التاني بفصله حتى الان احنا شفنا شكي النواب بتوع البرلمان انه انا عندي تقريبا كل الطيرات السياسية انا عندي نصريين وعندي يصار وعندي لبرلز وعندي وسط وعندي يمين وعندي يمين اليمين وعندي عزب النور السلفي وما الى ذلك فكان البرلمان او هذا البرلمان الحالي بغرفته اذا كان نواب او شيوخ هو معبر حقيقي عن الطيف السياسي الواسع الموجود في مصر بتعتقد ان الحوار الوطني ده قد يضيف الى هذا الطيف السياسي بعد اخر انه في جانب من المعارضة المصرية كان يقوله جماعة طب احنا مش ممثلين طب الحزب ده مش موجود طب الطيار ده مش موجود طب الشخصية العامة دي مش موجود تعتقد ان ده هيخلق اضافة جديدة وهيساعد البرلمان على اتمام مهامة انا عن رأيي الخاص طبعا هيساعد البرلمان وهينساعد القوى السياسية في اخذ قرارات وهنطرح على الافكار اللي هتطلع من الحوار الوطني ده على الكيادة السياسية وهننترجمها لتشريعات وقوانين في المجلس في البرلمان بعد اخذ الرأي والمشورة وهذا ده جانب جامد جدا لبناء الجمهورية الجديدة بتشوفي انه ده ممكن يبقاله مردود كمان على المجتمع الدولي وجمعيات حقوقية ده اثبات قوي ان مصر بلد ديمقراطية وفيها ديمقراطية حقيقية واثبات قوي ان احنا عندنا هو انسان ونهتم بكل مشاكل الشعب حق الطفل حق المرأة حق الرجل حق المواطن البسيط حق العامل احنا عملنا قوانين عمل لحق العامل البسيط فازن ان مفيش اي جماعية حقوقية دولية هتقدر تبص تقول ان مصر بلد لسه ما فيهاش ديمقراطية او ما فيهاش حقوق انسان اسفة جدا ده بالإثباتات والأدلة وهذه ترجمة لهم ان هما احنا قلقين حوار وطني لجميع اطياف الشعب بنهتم بجميع امور تمكين المرأة وانصافها من القيادة السياسية ده دليل قوي جدا على فيه حقوق انسان القانون العمل اللي اتخذنا به انصاف العامل البسيط لا احنا عندنا ديمقراطية قوية وده يعني من يعني ساعاتي ما تتوصفش فعلا النهاردة بهذه القرارات وهذه المبادرات وان احنا عندنا قيادة سياسية واعية لهذه الظروف الراهنة اللي احنا فيها رغم ان عندنا مشاكل يعني مشكلات في التدعيات كورونا والحرب الاوكرانية والظروف الاقتصادية اللي بنبري بيها ولكن احنا البلد الوحيدة اللي ابتدنا فيها مشروعات رغم الظروف الصعبة اللي احنا فيها مشروعات العاصمة الادارية المنوريل التباري التخطيط العالي في الطرق اللي يدل على ان مصر ستتقدم وهذه المصر الحديثة اللي احنا طلعين بها قدام ترجمة نانسي قنقر